الموجز أهلا بكم كشف وزير العدل عبداللطيف وهبي عن آلة جديدة قال إنها ستساهم في التصدي للعنف ضد النساء بالمغرب حيث يمكن للمرأة استعمالها عندما تحس بأن شخصا ما أو زوجها يريد تعنيفها وهبي أكد أن إحدى الشركات وفرت وسيلة جديدة بعشر دراهم في اليوم حيث يمكن للمرأة أن تضعها في حقيبتها وأن تستعملها عندما تحس بأن شخصا ما أو زوجها يريد الاعتداء عليها وفور استعمالها تحضر الشرطة بسرعة لمنزلها في قضية الاستدعاءات التي تسلمتها ساكنة حومة شك بطانجة والتي تتعلق بموضوع إفراغ الساكنة بدعوة الاحتلال الغير مشروعة في هذا الصدد أكد محمد غيلان الغزواني النائب الأول لعمدة طانجة أكد أن حل المشكل قد يكون في يد جماعة طانجة كما قدم غيلان مقترحا متمثلا في أن تقوم جماعة طانجة بشراء العقار موضوع النزاع من طرف ملاكه الحاليين ثم تقوم بتفوته في إطار ملكيات عقارية للقاطلين بحومة شك حاليا في إطار حل مريح للجميع مؤكدا أن الحل الذي يقترحه سبق تنفيذه في حالات مشابهة المتحدث ذاته أضاف أنه شئنا أم أبينه فإن السكان الآن يتواجدون في وضعية غير سليمة قانونيا وأن الملكية العقارية مقدسة كشفت وسائل إعلام محلية أن إسبانيا في حاجة إلى أزياد من 14 ألف عامل موسمي أغلبهم من المغرب حيث تستعد لاستقدام 14 ألف عامل موسمي بعقود مؤقتة من أجل جني الفراولة التي تشتهر بها المنطقة المصدر ذاته أضاف أن جل هؤلاء العمال سيتم استقدامهم من المغرب بينما يتوزع الباقي بين الإكوادور والهندوراس اتهمت إسرائيل 120 دولة ضمنها المغرب تبنت في الأمم المتحدة قرارا لإرساء وقف إطلاق النار في قطاع غزة اتهمتهم بالدناء معلنة رفضها القاطع لأي دعوة من شأنها وقف إطلاق النار وزير الخارجية الإسرائيلي إلي كوهين قال عبر منصة إكس قال بأنهم يعتزمون القضاء على حركة المقاومة الإسلامية حماس تماما كما تعامل العالم مع النازيين وتنظيم الدولة الإسلامية على حد تعبيره واستنكر كوهين قرار الأمم المتحدة الذي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية وثابتة ومستدامة ووصفه بأنه قرار مخزي قال عضو قيادة حركة حماس في الخارج إن الهجوم الإسرائيلي البري على قطاع غزة أمس الجمعة هذا الهجوم بات بالفشل مؤكدا وقوع عشرات الجنود الإسرائيليين بين قتيل وجريح وأوضح المسؤول في لقاء متلفز أن التوغل الإسرائيلي فشل على ثلاث محاور مؤكدا أن القوات الإسرائيلية واجهت مقاومة صلبة ومتماسكة وتجربتها في التوغل البري فشلت وقال المسؤول أن الاحتلال وقع في كمائن نصبتها المقاومة على كافة جبهات التي تقدم إليها وانسحب حاملا قتله وجرحه قام آلاف المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين من ضمنهم آلاف اليهود قاموا أمس الجمعة بتنظيم مسيرة في محطة جراند سنترال في نيويورك كجزء من احتجاج نظمه محتجون من ضمنهم المنظمة اليهودية المناهدة للصهيونية المتظاهرون ارتدوا اللون الأسود وتجمعوا في الساحة المركزية وهتفوا بشعار اتركوا غزة عيش ففي الوقت الذي أضاء فيه حخامات التجمع شموع عطلة السبت وبينما كانوا يتلون صلاة الموت اليهودية قامت شرطة نيويورك بتوقيف مئات المحتجين خلال التظاهر